السلام عليكم كيف الحال ان شاء الله بخير وان شاء الله طيبين صلى الله رسول الله علي افضل الصلاة والسلام لايكات وشير وسبسكرايب لو انت اول مرة بتشوفوني ياريت تنزلوا تحت الفيديو وتشتركوا وتفعلوا الجرس تكتبوا انك كومنت حلو هتنوروني اكيد في القناة واهلا وسهلا بكم النهاردة هنعمل اكلة اتطلبت مني كتير وهي المشاكيك العمانية ايه هي المشاكيك العمانية؟ مشاوي اللحم او تكة اللحم اه طبعا مشهورة اي حد جاء سلطانة عمان لازم اكيد اكل اه التكة او المشاكيك العمانية هنعمل معاها اه دجوس او دجوس الصبار وخبز البراطو وجبة تحفة تحفة طيب نسمي بسم الله ونبدأ الوصفة انا معايا هنا كيلو من اه لحم الغنم ده خروف نيوزلندي اه انا اشتريته من الكرفور وبتقولي للرجل تقطيعة اه التكة او تقطيعة اه مشاكيك هو بيبقى عارف بيقطعها لك بنفس الحجم ده لا بتبقى كبيرة ولا صغيرة قوي لان لو صغيرة قوي مش اه يعني تنشف اثناء الاستوى وطبعا معانا بقى التوابل بابريكا ملح فلفل اه كركم كصبرة كمون والعامل الاساسي في المشاكيك هو التوم المهروس تحط يعني كمية توم حلوة كده انا حطيت معلقة كبيرة واللي يحب يزيد لحد ثلاث ملاعق توم هي بتحب يعني العامل المميز في تدبيلة المشاكيك هو التوم المهروس هضيف بقى هعمل مكس للتوابل واضيف التوابل كلها وان شاء الله ما ادية للتوابل كلها بالزبط هكتبها لكم في سندوق الوصف يعني المشاكيك مختلفة عن الكباب المصري بنتبله التدبيلة مختلفة بمية البصل والتوم والطماطم لا هنا التدبيلة مختلفة وطعمها مميز جدا في ناس بتحب بتعمل الصبار اللي هو دجوس الصبار اللي احنا هنعمله وتضيف منه على الخلطة انا مش بفضل لكن هي طبعا مفيش الاكل مفيش صح وغلط في انا بايه بفضل تضفي يعني ممكن تاخدي جزء من اه صلصة الصبار اللي هنعملها وتضفيها مع الخلطة اه هيديك الطعم الحومد شوية وهيدي لمع حلوة للحم هنا اضفت حبة كيوي والكيوي كمان بيطر اللحم واضفت كمان بيبقى المميز فيها خلي العنب اه خلي الطمر انا اضفت معلقة بس الكاميرا كانت فصلة خلي الطمر بيبقى سهل هقول لكم على طريقة العمل بناخد حوالي خمسة لتر ومية بنضيف فيهم حوالي اه تلاتين حب الطمر وآه حوالي اه تلات روس طوم وحوالي عشرين حبة فلفل احمر جاف شطة وبنحطهم بنقفلهم كواس جدا ونسيبهم لمدة عشرين يوم في مكان مظلم دافي وده كده بتكون معنا خل الطمر بنستخدمه بيستخدم في البزار او الشاوي العماني عن مثل هنا اصحابي اه ينفع نشتغل في المشاكيك مباشرة او تريحيها ساعة انا خليتها ساعة في التلاجة حتى تتشرب من التوابل واللحم وممكن تخلوها من قبل بلوق بيوم برحتكم وممكن اللي مستعجل بيتبل ويشوي تماما طبعا لما بيبقى اللحم اه مدبوح مباشرة يعني ينفع بنستغن عن كل التدبيلة اللي احنا عملناها دي وبنضيف بيضيفه بس ملح وفلفل اسود فقط لغير ده الكلام ده لو الخروف او اللحم لسه مدبوح حالا بنكتفي بملح وفلفل بس وبتشوي على الفحم طبعا بما ان احنا مش هنشوي على الفحم هنشوي في البوتجاز فهندي له طعم المشوي وطبعا تقدروا تستغنوا عنها او لو انت هتشوي على الفحم مش هتعملوا الخطوة دي بولعت فحمة وهضيف عليها نقطتين من الزيت وهغطي طبعا ده بقى تفحيم اللحم قبل الاستوى بيخلي اللحم كأنه مشوي على الفحم بالزبط بيبقى اقوى من انك تدخن اللحم على بعد الاستوى حطيت المشاكيت في آآ رف الشبكة اللي هو بتاع الشاوي الشواية عشان يبقى سهل علي التقليب وحطيت آآ ورقة في الصينية عشان يسهل علينا التنظيف وهي اللحمة ما اخدتش معايا بالضبط خمساشر دقيقة في البوتجاز شغلت بس الشواية من اعلى وكل خمس دقايق بقلبها عشان تاخد الاستوى مظبوط من الجنبين بالضبط وهنا بقى على ما اللحمة تستوي هنعمل آآ سوس الطمر او الصبار او دجوس الصبار آآ بنحطه في بناخد عبوة طبعا ده صبار مالح مش الحلو مش نفس اللي بتشرب مش اللي هو المشروب لأ ده مالح موجود في السوبر ماركت آآ نقعته لمدة كده ربع ساعة وبعدين هاخده على المصفاية صفيته كويس جدا هضيف له كزبرة وكمون وبابريكا وطبعا هما بيضيفوا اصلا شطة اللي بيحبه سبيسي هيضيف شطة حرة وبنضيف حوالي نص معلقة توم صغيرة وبنقلب كل المكونات فيه ناس بتاخد آآ سوس الدجوس بتضيف عليه فلفل حار وكزبرة وتضربه في الخلاط ويبقى جاز انا لأسف الكزبرة ما كانتش عندي فبالتالي عملت بالطريقة السريعة آآ اخدته على النار هنديله غلوة في حالة لو هتضيف عليه التوم والكزبرة والفلفل وتضربه في الخلاط ما بيحتاجش ترجعيه على النار لكن لو مش هنضيف حاجة زي ما انا عملت كده بنديله غلوة دقيقتين على الغاز وهنا شايفين المشاكيك ما شاء الله طلعت ما اخدتش ربع ساعة مع التقليب باستمرار الريحة والطعم ما شاء الله واللحمة مش قادر اوصف لكم اذا انتم شايفينها بتطلع من السيخ اصلا يعني دايبة دايبة دوب على ما المشاكيك بس هنغطيها عشان تفضل سخنة هنعمل خبز البراطة السريع او بيسموه خبز التاوى برحتكم بقى يعني هو ليه اسماء كتيرة جدا اخدت تلات اكواب طحين معاهم معلقة زيت كبيرة ورشة ملح وهنزل بالماء تدرجيا حتى يديني عجينة متماسكة لازم تبقى العجينة متماسكة مش طرية لان احنا هنريحها ما فيهاش اي خميرة ولا فيها اي بيكينبودر ما بتحتاجش تعجينيها كتير مجرد ما بنجمع العجينة كويس واختفى الطحين تماما بس بنديها ده الكتين خفيفة كده واغطيها ولازم اسيبها ترتاح اقل حاجة تلاتين دقيقة وطبعا بنغطيها عشان ما تعملش اشرا هنا اصحبي بعدما العجينة ارتاحت تلاتين دقيقة لازم تريحيها عشان تسهل علينا الفرد زي ما انتو شايفين العجينة نعمت وبقت ما شاء الله طحفة هبدأ اخذ على سطح العمل رش الطحين خفيفة وابدأ اخذ العجينة وابدأ افردها رول سوري نفردها خفيف جدا يعني نفردها بشكل اي شكل عشوائي يعني دايرة مستطيل براحتكم حسب ما يطلع معاكم المهم ان احنا ايه نفردها رؤيئة جدا اهو هنمسك الرول بان او النشابة او فرد العجين او المردنة كل واحد حسب ما بيحب يسميها وهبدأ العجينة عشان مرتاحة فهتفرد معنا بسرعة فردنا العجينة وبناخدها من الاطراف كده نهويها عشان ندخل فيها نسبة هوا وهنا بقى بناخد المادة الدهنية خدت معلقة زيت ومعلقة سامنة تقدروا تستخدموا سامنة بس زبدة زيت بس براحتكم وبنفردها على سطح العجينة كاملة زي ما انتو شايفين وبعدين هاخد ربع كوب من الطحين ونرشوا على سطح السمنة او المادة الدهنية اللي اضفناها كده معنا ممتاز وده اللي هيعمل لي عملية توريق سهلة وسريعة هنا اصحابي بعد ما رشينا الطحين على الزيت والزبدة او الزيت بس براحتكم بنبدأ نلفها رول وبنجمع الاطراف كده زي ما انتو شايفين نحاول نسبة الاطراف الاخيرة وبعدين بناخد حسب حجم الخبزات اللي انتو تحبوها كبيرة صغيرة براحتكم وبعدين بنقطعها بقى او بنقسمها حسب حجم الرغيف تحبوه اكبر هتكبره القطعة تحبوه اصغر هتصغره براحتكم يعني حجم الرغيف انتو حسب حريكم الشخصية زي ما انتو شايفين اصحابي دي طريقة سهلة وسريعة وما بياخدش شايفين كمية التوريقة دي كلها بتبقى الطبقات اللي داخل الخبز بناخد الخبزة بندخل كده الطبقات اللي داخل ونقفل من اسفل واعلى زي ما انتو شايفين ونضغطها زي الدايرة اهو زي ما انتو شايفين عشان يديني خبز مورق وطبقات بخليها برضو احطها في طبق وريحها عشر دقايق قبل الفرد وهنا اصحابي بعد ما ريحناهم وكنت حطى برضو بلاستي كراب ما بين الطبقات عشان الخبز ما يلزقش ببعضه بعد ما بنريحها بناخد الرغيف وبنفرده بسمكه متوسط يعني نصف سنتي تقريبا السماكة ما تحاولوش ترقاوه اكتر من كده عشان يرتفع واتورق معانا الطبقات وبنعملو قطره تقريبا يعني 17-18 سنتي براحتكم يعني هو كده الحجم ممتاز طبعا هننتقل على المقلاية او تاوة الخبز على طول بتبقى سخنة بنفضل نقلب في الخبزة كل ثواني كده سنيتين نقلبها من اسفل واعلى بنكرر الموضوع ده من 3-4 مرات شايفين عشان يبدأ الخبزة تاخد الاستوى المظبوط من الجانبين بنفس المستوى يعني اهو وبنضغط شايفين لما بنضغط بالاسباتولا او بالمعلقة بتبدأ بنحرك الهوى السخن فبيبدأ يرتفع الخبزة في المرحلة دي بقى بنضيف معلقة زيت اهو وبنبدأ نقلب الخبزة شايفين الطبقات شايفين بيرتفع ازاي معنى كده ان الطبقات مورق من داخل وكده الخبزة معنا معنا يعني كده جاهزة اهي زي ما انتو شايفين هغبس كل الخبز بقى بنفس الطريقة ما بتاخدش يعني اقل من دقيقتين على النار وبتبقى جاهزة معنا الخبزة وهنا اهي ما شاء الله طحفة هشه خفيف ومورق وطبقاته غير طبقية هو طبعا سخن جدا وكده تبقى الوجبة بتاعتنا جاهزة نقدم بقى المشاكيك ودجوس الصبار او الطمر والخبز البراطة المورق الهش والطحفة ده طبعا تستخدموه كفطار او غدا رهيب وكده واجبتنا احلى من المطاعم وافخم وعملناها سهلة وسريعة والطعم صدقوني كان رهيب رحتها اصلا كانت تحفة فيه ناس بقى بتحب تاخد الصوس الطمر او دجوس الطمر وتدهن بالمشاكيك او تاخدوا منه جزء وتحطوه في التدبيلة طبعا كل واحد بقى حرية شخصية حسب الطعم حسب ما بيحب يفضل بس طبعا هو حامض شوية الصوس فانا بفضل اخليه منفصل واللي يحب يغمز به جنب الاكل وشايفين اللحمة دايبة دوب ومشاء الله تحفة يعني مش مستمهلة طبعا تقدروا تستخدموا لحمة بقر تقدروا تستخدموا اي لحم عجل براحتكم بس اهم حاجة تقول الجزارة انها للشوي عشان يختارلك حتة نعمة ما تاخدش معاك وقت في الاستوى وتبقى تحفة وهنا الخبز معاها اهو زي ما انتو شايفين ما شاء الله كانت وجبة رهيبة ان شاء الله كمان جاي علينا العيد الاضحة تجربوها فيه او تعملوها في اي وقت بقى انتو بتفضلوه سهلة وسريعة وطعمها تحفة ومختلفة والمشاكيك العمانية معروفة وده كان ثلاث سيخات كمان عملتهم بعد اللي انا كنت عاملاهم معاكم حبيت اروهولكم تحفة لايكات وشير وسبسكرايب المعدير كلها اكتبها في صندوق الوسط السلام عليكم